اشتركوا في القناة في عفراز وفي عطوت ويا ربي شو بعمل بلايكم رحموت يا مروان يا مروان صباح الخير بونجور بونجور سيزيلي كيفاك يعني فواكة وقلوين الربيع وزهور وشوتول وحديقة ومونة ومراتبين وكعك وزعتر وسماء ومبارف يعني زهورات وعشاب وكلها كلهم موجودين بمطرح واحد يعني شو هالبيت الزراعة هيدا يا مروان وهيدا بعد ماشي سيزيلي في اشياج زادة بعد رح تكون واحلا يلا ان شاء الله خير شوفينا نطور عم نطور رح نحكي شوي عن السلة نحكي شوي عن المونة ونحكي على الاشياء الخضار يلي لازم تنزرع بها الوقت لانه هلأ شمست الدني زبط التقس حسب الميتيو ما عنا بقى ايام تلج وشتي يعني صار فينا نستعمل اجنينتنا فينا ننكشها ونزبطها ونحكي شو الاصناف اللي تنزرع بالصيفية تمنا نعمل غلط نزرع الاشياء اللي تنزرع على الساحل نزرعها بالجبل والعكس صحيح هلأ هوا رح نحكي عنه بس رح نحكي شوي عن المونة نعم نعم سيزيلي مروا بس لننتبه يعني اذا هلأ موسم زراعة جمعة ثبت حرارة 28-29 ما بعرف اذا هاليومين بيصلحوا للزراعة مع هالارتفاع بدرجات الحرارة لانه شتل ما في مشكلة وشتل هاي صار يعني مش حاله صار كبير فينا نحطونه بيحملوا شوية ساعة وبيحملوا شوية شوب لكان زابط التقس ينزرع على الساحل اللي علوه 500-600 متر ما في خوف ابدا فيما نبلش نزرع هالخضار الموجود يعني بس اكيد قبل كانت خطرة صحيح قبل كانت خطرة لانه لو زرعنا مثل ما كنا نزرع سنة الماضي واللي قبله واللي قبله واجيت هالبرد اللي اجيت يعني اللي كان البرد وان كان السقع اللي اجه وحتى على علوه 500-600 كب التلج اكيد كان هشات الكله انتزع وكان اثر بالتقليع بصير في عنده سترس وما بقى يكبر فمن هالمنطلق دف التقس اكيد صار فينا نزرع هلأ ونطمن بالنا ونكون عم نستبق غيرنا او نستبق الامور ونقطف بكير لانه اذا تأخرنا شوي بالزرع او اذا هلأ البندورة بدأت نزرعها بزرع منطرها لتصير شتلة يعني كيف ما كانت اخرنا 25 يوم فبيت الزراعة اكيد كنا احنا عم نزرع بالخيام محضرين كل شتلاتنا محضرين كل البزور اللي زرعناهم بالصواني وحضرناهم وصارت جاهزة فشتلة اللي بتاخدها من عنا اكيد ربحين مننا 25 يوم وقت يعني كيف ما كان عم تقطف بكير وهيك بيكون عم تستفيد من جنينتك فيك تزرع اول فوج وبعد شي 15 يوم تزرع فوج تاني هيك بيضل عندك كل الصيفية خضرتك ببيتك نوعية منيحة ومطمم بالك من طريقة الرش من طريقة اسقاية واكيد من النوعية اللي عم تزرع بس قبل ما احكي عنها واستاذ إليفا نحكي شوي عن المونة نحنا السلة الزراعية يلي بلشت ببيت الزراعة واكيد الفضل لحضرتكم يلي عم تفتحوا هالمجالة الناس تعرف شوفي عنا اكيد السلة الزراعية بعد السلة عنا بعش تلاف بعدها عنا الاسعار كتير حلوة نحنا من وقت ما بلشنا ناخد الخضرة من المزارعين ديراكت منزلها على بيت الزراعة توصل للمستهلك اكيد بذات السعر ما منحط ربح ابدا ابدا قديما كنا نوزع على البيوت كنا نعمل سلال ونوزع كميات كتير كبيرة خاصة بفترة الكونفينما وقت كان في تسكير البلد يعني وما كان في حدا عم بيقدر يظهر ببيته نحنا كنا عم نوصل الخضرة على البيت كأنه عم بيجي يشتريها من بيت الزراعة وهوني كانت الخدمة القوية والخدمة السريعة هلأ فتح البلد رجعت عشقات السير والمشكلة الأكبر هي البنزين يعني صار غالي كتير والقطع السيرات صارت غالي صارت اذا بدنا نوزع صراحة صارت عبق على بيت الزراعة عبق على الكل ففضلنا نعمل أسعار بعد أحلى وأحلى ببيت الزراعة بس الناس بتجي لعنا بتخذها وهيك بيكونوا عم بياخدوا منتون طازة نظيفة نوعية رائعة وأكيد كل عم بياخد من عنا عم بيعرف الأصناف يلي عامل حطا من بعدنا بلشنا بالخضرة والموء بالخضرة والفواكي وكنا عم نحط أسعار جيدة جدا ورائعة وهون دايما نبقول الأساس إليه نحنا معه منضارب أبدا نحنا عم نعمل سرهيس يعني خدمة من المزارع على بيت الزراعة والمستهلك بيجي بياخدها من بيت الزراعة بالسعر كتير منيح بس نحنا مش هدفنا نضارب بالسوق ولا هدفنا نعمل بلبلة بين المحلات يلي بتشتغل بالخضرة وبالأصناف التاني فمن هالمنطلق دايما نقول نحنا معه منضارب نحنا مناخد سعر منيح ومنعطيه متل ما هو علينا أزا بدا كتيرا نتبره رسالة زراعية للمزارعين لحتى ما يصير عندهم كساد وبذات الوقت بيوصلوا بيحطوا غراضهم بياخدوا حقهم دغري على كعبة ونحنا دغري من بيعا للنستحرك وشان هيك عوقات كتير نطلب من الناس إنه جيبوننا كيس جيبوننا الإشياء معهم طي يحملوا فيها ما داروا الكيس نيلون هن يجيبوا كيسهم وياخدوهم لأنه صارت الكيس كمان عبق على البيئة نعرف كيس النيلون ده بده وقت يتحلل عبق على البيئة وعلى الشيء بذات الوقت كمان كلفيته صارت غالي مية بالمية فصارت عبق علينا شوية كمان مديا الناس اتجاوا بيت وبصراحة صار إلنا فترة طويلة ما عم نشتري كيس من ورا هالموضوع عم نقلهم مسي كتير للناس اللي عم بيجوا لعنا في ناس عم بيجيبون كيس كبار وفي ناس بيجيبوا كيسهم معهم عفوا حتى المحلات والسوبرماركت ومحلات الخضرة اللي عم بيعطوك كيس النوعية تغيرت النوعية تغيرت كليا يعني صغير كيس النيلون هيك يمكن بنفقه بينخزق أدما أنه صغير كتير رقيق وشفا وبتصور يمكن هيدا أكيد من مفاعل اللي عم نمرق فيها صحيح وهيدي صارت معنا لأنه نحنا عنا المونة بتعرف بيجي حدا بياخد تنفرد مردمين رب البنادورة بحطه بالكيس وبينشرم الكيس وبينكسر المردمين فهيدي صارت كمان مشكلة فصرنا دايما بنتبق إذا الكيس بينخزق وشو النوعية هلأ هون اللي عم بيصير بيجي الشخص بياخد كيسه بحط بالكيس طبعوله وبياخده غراده من ميلتنا نحنا منطمم بالنا من ميلة الجايبة وفرنا كتير على حالنا ونقلهم مرسي كتير لعب يجيبوا كيسهم وكمان لعب يجيب كيس عب بياخدوا غراده وعم بيرجع هني زيتهم بفضلهم ببيته وبيرجع بيستعملهم مرة تانية وهيدي فكرة كتير منيحة للبيئة ومتل ما بلد برا كمان بكتير سوبرماركات بتجيب كيسك وبتاخد غرادك معك فكرة جديدة في لبنان إن شاء الله يتقبلوها يعني الناس كتير تقبلتها لعب يجولوا عننا وشالله تصير بكل المحلات تنوفر شوي على البيئة من بعد ما بصرنا نشتغل بالمونة ونشتغل بأصناف كبيرة وبتعرف بقيام كتير كنا عم نبيع أسعار يعني مش أقل من نص حتى أقل بكتير يعني مثل الكراز مثل التين مثل أي أصناف تاني مثل التفاح كنا عم نبيع بأسعار جدا خيالية وبرجع بقول لأنه عم بقدمونا بأسعار كتير حلوية وهون بقول مرسي كتير لأسيز روجي حايك اللي كان ينزلنا تفاحاته من ترشيش اللي هن طعمتهم رائعة يعطينا سعر كتير منيح نحنا نبيعه بسعر كتير منيح أستاذ جورج شمعون صاحب مطعم قلقاميش كمان كان ينزلنا تفاحاته من منطقة أهميش كمان نحنا نبيعه بأسعار اللي هو عم يعطينا فيها اللي هي كان سعر كتير منيح وأكيد في كتير مسرعين كانوا يهتموا ونحنا منشكرهم على التيفي ونقول لهم عن جاد تانكيو لو ما هنه أكيد نحنا ما فينا نستمر من بعد ما سننا نشتغل بالخضرة والموني وننزل كل هالأصناف انطلقنا على موني بكمية أكبر عفوا بكميات أكبر بالموني سننا روح نصور إن كان ببرنامج أجندا أو بيوم جديد يلي طلقنا منه أول شيء بيوم جديد ورجعنا عملنا برنامج العوافي سننا نطلع على الضيع ونشوفهم كيف يعملوا الموني استعالنا بدكتور ميشيل ياس فريم رئيس محطة زراعية بمنطقة الإقلاعات طي يعطينا توجهاته على الطريقة اللي يزم تنعمل فيها الموني على الطريقة المزبوطة طي ما يكون فيها أي شوائم أي بكتيريا أو أي مشاكل سننا نفحص عنده لدكتور ميشيل ياس فريم نقول له مرسي كتير وحيصير بيناتنا هلأ ببعد يومين لأنه كان ببارع بيعمل الدكتوراه طبعه وكمان عم يرجع يوجهنا على كل الأصناف سننا نفحص كل شي كان الزيت أو رب البندورة رب الحر أو السوستومات أو حتى دبس الخروب نعمل الفحص كتير واسع عنده حتى العسل كنا نعمل الفحص عنده وكنا عم نطمن بيننا من النوعية يعني صارعنا بوش أكتر ثقة أكتر بحالنا أنه هالنوعية اللي عنا إياها هي نوعية رائعة مية بالمية كبرنا البكار مثلا بقوله صارعنا نطلع على المناطق الكبيرة مناطق البعيدة برح كنا مثلا بمنطقة صغبين أيما نروح على مناطق إحرار بعكار بربنا كل لبنين بربنا الشوف ربنا مناطق كتير بعيدة في جنوب فمن هالنطلع الشخص اللي بده منتج من منطقة جنوب بلما يتعذب على جنوب ويروح ويتكلف بنزين كتير مثلا زيت عين قبل صارعنا بلما تروح على عين قبل بده ساعتين ونصف وتحط بنزين صار موجود هالمنتج موجود ببيت الزراعة بوفر بنزيناته بياخد نوعية رائعة مفحوصة بيطمن باله وعب ياخد النوعية اللي هو عب يستحليها بنقطة باعة صغيرة اللي هي بيت الزراعة بانطلياس بيستحلي اللي بده ويه وبياخدوا من عنا بأسعار أكيد كتير حلوة بس عم نحكي كمنتج عب يكون رائع أكيد فوتنا أصناف جديدة على بيت الزراعة فوتنا دبس العنب يلي من زمانه جيه ما بقى ينوجد بالسوق هم بيعندوه أكتر شي مناطق عيط الفخار ومناطق تاني بس ما فيه كميات صرنا نحنا نتفق معهم ويجبوننا على بيت الزراعة من عيط الفخار دبس العنب اللي كان دبس العنب المضروب أو دبس العنب الأسود يلي الناس بتحبوه كمان صرنا نجيب حاموض الحسروم يلي بفترة معينة كان أسعار الحاموض كتير غالي وصارت الناس عندها عن جد مشكلة تشتري الحاموض نجيبنا حاموض الحسروم يلي كانوا يستعملوه قديما خاصة بمناطق الشمال فلاقيوها إنه خبرية كتير حلوية يشافوا قدي عم يوفروا بالحاموض وقدي هالمنتج منيح وكويس ومنيح للصحة كمان صار موجود ببيت الزراعة والناس تعودت عليه وما بقدر إليك قدي هلأ مننطر من محل لمحل تنقدر ناخد بردون تنقدر ناخد حاموض الحسروم تنلبس سوق يلي بيطلبوه منه مرسي إلي نحن بالخضرة بس حب أول شغلة نحن بالخضرة نعم يعني رح أتركك وعندك بعد يوم تحكي عن الخضرة وعن السل الزراعي وعن اللي بدك إيه بس أنا بغار من زوارك الصباح بيقعدوا معاك نص ساعة الله يخليك بيشعبوا أهواء عننا بدك تجي شي مرة أنا على الهواء بيقعد معاك نص ساعة صحيح شموا لدو فاوين نكروديوسر ينزلون لفنجين أهواء بدك توصل أهواء لعندك على استوديو هلأ تكمل الترويئة والصبحية معاك مية بالمية بدي أقول لك شغلة البن اللي عملناه هي خلطة عملنا إياها أساس توني صالح أساس توني صالح عنده معمل بن بيجيب بن من بره وبيعمل خلطات بينا تقريبا شي شهرين نشتغل نحن ويه تطلعنا نوعية بن كتير طيبة شوي خشنة ناس عم بتقلي خشنة بس طيبة كتير مزبوط نحن أصدا عملينا هيك لدقوها علقوا تعلقوا فيها علقوا فيها ما بق يعرفوا ياخدوا إلا منها القهوة وحب قول شغلي كمان أنه البن اللي عنا اللي وقية هي 200 جرام لحظت أنه كتير بالسوق في وقية بن بس بيكون مكتوب عليها توصل على المحل بتقوله بدي وقية بن تاخد وقية بس هي 180 جرام نحن لوقية وقية إن كان البن أو أصناف تاني مثل ما بنعرف إنه فينجان القهوة بده 6 جرامات بن يعني وتفرق معك 20 جرام تفرق معك كذا فينجان قهوة فكمان فيها توفير كتير يعني فكرنا بكل التفاصيل تيكون المستهلك عم بياخد شي من عنا طيب نظيف وعم بيوفر فيه بطريقة ميحة غير البن إذا بتلاحز بالسوق ما بتلاقي أبدا 3-in-one و 2-in-one إلا بسشيات فنحن عملنا 2-in-one و 3-in-one بقلب بوقيات كمان تنوفر على الشخص تنوفر على المستهلك وعملنا كمان الهوت شوكليت حطينا الفرينش بانيلا الكابوتشينو صار عندنا تشكيلة كبيرة من الناس يلي زوقين بالبن و بالكابوتشينو بال3-in-one بالإنستانت كافي يعني بال2-in-one صار عندنا تشكيلة كبيرة الناس حبتها وما بقدر خبرك قدي فيه إقبال عليها عم بتشغلنا كتير يعني شو شو علينا بس موجودة عندكم بروهان صح ببيت الزراع عبوان ما سمعت لي بس موجودة عندكم ببيت الزراع عم بقول بعد ما نزلت على الأصناف بس موجودة عندنا صحيح هالأصناف صحيح موجودة عندنا ونحنا ما من بيع جملة يعني هون كان بدي أقول شغلة اللي بيجي بيطلب من عنا مثلا 30 كيلو بان نحنا ما من بيع جملة نحنا الفكرة انه هال30 كيلو بان تتوزع على كذا بيت يعني هالبيت اللي بياخد وقتين بالجمعة بان أو 3 وي بيقدر ياخد من عنا بس اللي عنده مصلحة بدي ياخد من عنا نحنا ما من بيع جملة وكمان بالخضرة زي تشيوات لو نكون عاملين أفريت على الليمون أو على الحامود أو على الحشيش ما بيقدر يجي ياخد من عنا عشر سندي نحنا ما من بيع جملة نحنا من بيع بس نفرق بسعر سوبر جملة تهيقدر يوصل هالمنتج على أكبر كمية عالم موجودة بحوالينا أو بلبنان ما بنقدر نعطي مثلا 40 كيلو حامود لفرد شخص بنقدر نعطيه 3 كيلو 4 كيلو اللي هي الحاجة لمدة أسبوع لبيته أو أكتر شوي هيك بيكون طمّن بالو أنه أخد سعر منيح ولا فترة الجمعة لقدام وأكيد خضرتنا بما أنه طازة لما تيجي تتحوش تتحوش من عنا لمدة جمعة أكيد حتظلها نوعية الخيار منيحة والبناتورة منيحة وبضاينه أكتر بالبراد فمن هالمنطلق حبينا نكون عنا هالجاملة كبيرة بالمونة والجاملة كبيرة بالخضرة وإن شاء الله قريبا هلأ بس تبلش الفواكة تنزل أكيد حيكون عنا أسعار الفواكة لأنه صارنا نعرف أكتر بالسوق سلنا عم نقدر نحجز بستين مثل ما هو لقلنا ندفع حقه ومسبق لناخد فيه سعر منيح لحتى نقدر نحنا نوصل سعر منيح بس نفتح ستة ستة ونص بيكون كمية العالم الموجودة كتير كبيرة فهون بنشرب القهوة وبنقعد كلنا سوا ومن هون طلعت فكرة إنه نعمل بن لألنا لأنه دايما كنا نجيب بن ونضيف ونشرب قهوة مع الناس اللي بتجي لعنا فعملناها أكتر إنه يكون البن لألنا لبيت الزراعة بلايبل يعني مش بلايبل بنوعية بنكهة طيبة نكهة مميزة وهون كان نجاحنا وصار في عنا بن معهل اللي طلبوا مننا بن معهل كمان صار في عنا بن معهل والناس كتير حبتهم فمن هالممطلق إلي كل هالأصناف المونة الموجودة عنا هي بلدية 100% يعني نحنا ما منجيب أبدا لا مصنع ولا معمل ولا أي دول بناخد من عندهم نحنا منشتغل لبنانة 100% بيتة 100% وبس نقول بيتة ولبنانة 100% يعني ما في مواد حافظة يعني كمانا في كميات كتير كبيرة يعني نحنا وقت نعمل رب البناندورة أو السوسطومات أو رب الحر بنطلع بنوقف على الطبخة بنقض معهم اللي بيعندونا إياهون وبنسكبهم نحنا وإياهون وبنسكرهم وبنطمن بالنا وأكيد بإرشدات من دكتور ميشيل ياسفرام يعطيه ألف عافية كمان الأصناف التانية دبس الخروب والأصناف الباقي عنا أكيد منروح ومنشوف كيف عبيعملوها ومنفحص هاي أهم شي لنطمن بالنا كمان صار في عنا منتج لزبيب عنا لزبيب الحبة الكبيرة اللي هو بلا بزر وبلا أش بقلبه كان يتصدر لأمريكا نحنا عم ناخد من الكمية اللي تتصدر لأمريكا عم نخدها للبنان لابيت الزراعة تحديدا ومعن نقدر نبيعها هون والناس كتير حبتها لأنه طعم مميزة حبة مميزة ونوعية جدا رائعة فمن هالمنطلق صار عنا هالجام الكبيرة يعني بقدر نسميه هيك كم شغلة دبس الخروب مثل ما ذكرت دبس العنب تحامض الحسروم لمخللات كلها كبيس الخيار كبيس المئتي كبيس المشكل المكدوس طلعنا على القاع صورنا حلقة بالقاع كيف بيعملوا المكدوس برمنا على كل الناس اللي بتعملوا تتفاجأ بالقاع أنه بكل بيت في أتولياء صغير يابيعملوا مكدوس يابيعملوا كبيس الخيار يابيعملوا مئتي أو بيعملوا حتى أجبان وقلبين يعني عندهم فنحن ما فتنا بالأجبان وقلبين ببيت الزراعة لأنه شوي دقيقة بس كل شي مكبوس كل شي بمرضبين كل شي موني عم ننزلون عم نطمن بالنا عم نريح راسنا بالنوعية اللي عم بتكون وعم نروح عند أشخاص عن جد يمكن ويرتينا قبا عن جد هالمصلحة وعند ناس صغار بالعمر أو ناس كان عندهم مهن انتقلوا على الموني وبرعوا صاروا برعي فيها جابوا عدة وجابوا أصناف جديدة على السوق يعني فيه ناس عبيعملوا هلأ مسلا زبده الفصتو عديماً بالبنائي ما كان حداً يعلم زبده الفصتو ببيته هلأ فيه كذا ست بيعملوا زبده الفصتو ببيتون وصاروا يتفننوا يعني زبده الفصتو مش بس صار زبده الفصتو على الحل وصاروا يحطوا مع العسل أو على شوكولات أو زبده الفصتو الكرانشي وحتى صاروا وطعمطها طيبة وبيحبوها كتير فصاروا يتفننوا وشو معقول لعوز اللبناني او الشخص اللبناني تحتى يعملوا لهمونة على قد حاشته ويه اللي عم بسمعك دايما الافكار عم تطور مروان انت مانك شيفني بس انا صار معك ببيت اهوة يعني الصبايا تحننوا علي ما حابوا يتركوني واحدة بهي ده الوقت مرسي للكون سحر و سيمون على هالاهتمام والرعاية انا بشكر محبتكن هلأ بكافي معكن بس لفتني شغلة مروان كنت عم بتقول انه المواد نعرف انه مية بالمية لبنانية وبتم الاشراف عليها وطوضيب لبناني بس اللي استوقفني من دون مواد حافظة لما بيكونوا من دون مواد حافظة يعني عمرهم ما كتير طويل صح؟ مية بالمية مية بالمية صح وقت ما بيكون مواد حافظة نحنا كل الموجودين عنا ما بيقطعوا سنة مع انه عايام اهلنا كانوا يحطون سني وسنتين بالبيوت نحنا دايما منقول ماكسيموم سنة لانطمم بالنا فمشان هيك الناس اللي عم تاخد مونتا ما تكتر تاخد عقد حاجتا ونحنا كل شي نازل عنا يعني وقت اللي بينزل عنا اكيد تاريخه بيكون عليه لانطمم بالنا فمن هالمنطلق بتكون معمول بها لا ازا معمول بالطريقة هني معمولين بطريقة مزبوطة في عندهم طرق معينة كيف يسكروا المردبان كيف بطبوا المردبان وكيف بيعقموا بقلب الماي يعني فيه له طرق معينة بضاين سنة مينموم بتطمم بالك فيه بس دايما بس بدأ ناخد مونة من كتر مونة انا هون مش عم بحكي ضد مصلحتي بس هي هيك لازم تكون ما يكتروا مونة كتير ياخدوا على قد حجتون لانو هالمونة عطول عب تكون موجودة ببيت الزراعة فما في مشكلة ابدا والحلو اكتر من هيك السيزي دي اللي عم بيحضرنا عبر ششتكون اللي عم بيحضرنا عبر شاشة الو تي في وعم بيحضرنا برة مرات لبنان مش بس بلبنان بس يجوا بالصيفية عم يجوا يتحوجوا مونة من عنا كان الزعتر الخلطة اللي بنعملها نحن ويلي بتضاين كتير خلطة الزعتر او الكشك يلي عم نعملوا بمنطقة عام بوردائعة عمنا ياسد فوق كمان طعمته رائعة او الاصناف التاني او حتى السماء يلي عم نكون نحن كمان فحصينه لانطمم بالنا بمركز الابحاث العلمية الزراعية كمان شكر لدكتور ميشيل ياسفرام اللي هو عبيهتم عم نطمم بالنا اكر بيقدروا ياخدوا ويسفروا معهم لبرة كتير ناس عم تطلب منا ازا احنا بنقدر نوصل لبلاد برة عمنا شوي مشاكل لوجستيانة ما كدير نعتلهم كيف بدنا توصل لبضاعة تازة بدون ما تتكسر بدون ما يكون تعرضت لأي نوع من الحرارة لحتى ما تتلف فمن هالمنطلق عم ندرس الوضع لبعدين للناس الموجودين خارج لبنان وحب مونة بيت الزراعة تكون عندها نقدر نعملون اياها نوصلون اياها بطريقة مدروسة بدون اي مشاكل كنوعية البضاعة ما تخف نوعية ولا تنتزع مسلا عنا العسل عسل كنا نجيبه من عند استاذ اليا بمنطقة صغبين نوعية جيدة جدا فاخرة جدا وجعنا رحنا كمان عند استاذ هزيم احمد هزيم بمنطقة احرار وعنده عسل بياخد العقل هلا ما عم نقدر نجيب من عنده بس بحب نخبر عنه لانه اللي ساكن صوب منطقة احرار او بالمناطق الشمال بيقدر يروح عند استاذ هزيم لانه عنده عسل غير شكل والستاذ اليا كمان اليا ابو فارس بمنطقة صغبين نحنا منجيب من عنده نحنا دايما نعطي كريديات لغينا يعني منقول منان عم يجيب بحب يخدم باية الزراعة ازا قريب علينا اهلا وسهلا فيه واللي بيستقرب بالشخص اللي عم يجيب من عنده كمان يتوجه دغري لعنده لانه هاو حقهم الجماعة عم يشتغلوا من قلبه رب عم بيعملوا نوعية رائعة فمش ان هيك من حب ندل عليهم لانه عن جد عم بيقوه اسم لبنان بالمونة عم بيقوه اسم لبنان بالنوعية وبالانتاج فمن هالمنطلق بنقلهم ميرسي كتير لكل الاشخاص اللي عم يعملوا مونة بس عم يعملوا عالطريقة المصبوطة مش تجارية من هون من هالمنطلق نقول احنا ما عنا هالكميات الكبيرة مش نايك ازا اجا حدا بده خمسين مردان رب الونادورة بيقلوا فينا نعطيك اتنين او تلاتة لنخلي لغير اشخاص يقدروا ياخدوا ويوزعوا ما منقدر نبيع جملة دايما عم نركز عليها لانه كتير عم بيجولوا عنا انه بدهم جملة يفتحوا محلات شوي دقيقة الخبرية لانه بدنا نكون نحنا متابعين كل المونة اللي عم تتاخد من عنا ومتل ما ذكرت عم نشتغل مع بيوت مع ناس يمكن عملوا اتولياء صغير ببيتهم بس كميات ملنا كتير هايلي ملنا كتير كبيرة تنقدر نحنا نغطي سوء نحنا نقدر نغطي يعني الناس اللي بتيجي بتاخد مونة لا بيتها مش لا تكون عم تفتح محلات ويريت بعد فترة اذا قدرنا اكيد ما منقول لا ومنعلمهم على الطريقة وكيف لازم يروحوا معنا ويشوفوا بس انه الكمية اكيد ما بتكون سوبر كبيرة بس لا اكترية الاشخاص اللي بيجوا على بيت الزراع مشان هيك حبيت نور على الاصناف اللي عنا اياها عن نوعية اللي عنا اياها وحتى الناس تعرف انه شو التشكيلة الكبيرة الموجودة هلأ ذكرتها ومعدها فوتنا المكترات المكترات اللي كانت من زمان يسموها صيدلية البيت كانت باي بيت تلاقي الاصعين مكترات الاصعين مكترات الليفاند مكترات الاكليل الجبل اتفقنا مع دار دار بيعملها بعده على الطريقة التقليدية وجبنا من عندهم ونوعية عم بتكون سوبر رائعة يعني هاو المكترات مثلا عنا الفيرفان عنا المالليسة عنا الليفاند عنا الزعتر البري الزعتر الجوي نعنا على البري نعنا على الجوي صار عنا تشكيلة كبيرة مكترات وما بقدر خبرك ادافة عليها طلب هيدا الدار بيعملنا اياها وعب تكون نوعية عن جد رائعة من بعده رجعنا كمان نجيب الورق اليابس متر كمان اللي نعنا على اليابس الجوي نعنا على اليابس البري السيترونال يلي بيشربوها مثل الزهورات كمان المالليسة القصعين يعني صار عنا تشكيلة ورق موجودة عنا عم كمان شغل دار والطلب عليها ما بقدر خبرك اديه هيل لانه قديما كلنا ببيوتنا تتذكر لي كان في عنا قودة المونة كان يبقى فيها من كل اصناف المونة وكان يبقى فيها كمان المكترات يبقى فيها ورق اليابس النعنع وغيره احنا عم نجرب نرجع نحية هالخبرية بالبنان نرجع نطلع هالفكرة الحلوة انه ما علي قودة صغيرة بالبيت تكون فيها مونة لحتى منضل نشتري اشياء فيها مواد حافظة يعني التأول شي دا نحافظ على صحتنا على صحت ولادنا وعصحت ولاد ولادنا لانه بس نمشي بهالطريقة بس نمشي بهالسيركوي اكيد في غيرنا راح يكمل في غيرنا اخذ الفكرة واشتغل فيها ونحنا بنقول له يعطيه الف عافية لانه عن جد المهم بس يجيب منتج منيح ويوصلوا للناس بطريقة منيحة ما يكون فيه اصناف تعبانة لانه بتقدر المونة تأذي فمن هالمنطلع لازم ننتبه على مونتنا ونشد على ايد الصبايا والستات والشباب يلي بلشوا هلأ يعملوا مونة وبلشوا من قبل وكملوا انه يدلهم ببلادهم ويعملوا وصدقني مصلحة كتير حلوة المونة اللي عب يعملها ببيته الشخص وزي عب يعملها بالطريقة المزبوطة والناس حبتها بيصير في عنده طلب كتير بيقدر يعمل أتولياء صغير ببيته ويهتم فيه انا حبا اتنور هيك بس على الاصناف اللي عنا اياها وأكيد بدي اذكر فيهم كل أنواع اللي مربيت كان مربس فرجل مربس تين مربس تفاح مربس جوز هلأ بعد شوي بس سير فيه جوز بيعملوا مربس جوز طعمته طيبة رائعة جدا وقليل ما تلاقيه بالسوق فيه كم ضيعة بتعمله بالبناء نحنا ميجيب من عنده فهالاصناف كلها موجودة مخللات الزيت الخل التفاح خل العنب فيه ناس هلأ بتعمل خل مخلوط من كذا نوع كمان عبتكون طعمته طيبة فكرة جديدة ما كنا نعرف قبل كان بس خل تفاح أو خل العنب هلأ صار فيه عنا بزيت لأنينة كذا نوع خل محطوطين بقلبهم عب يعطوا نكهة طيبة بالأكل وصنف جديد بلبنان وصنف يعني بدك قلبك قوي شوية تدوقه بس بعدين بتلاقيه كتير حلو مثلا صوص التفاح لما صار فيه كساد تفاح فيه ناس صار تعمل صوص التفاح قديما كانوا أهلنا يسلقونا التفاح حيشولوا القلب ويمعصولنا إياها ونكلها هيدا صوص التفاح أنا إياه الزيت الطعم بتعملون مادام لولا بطريقة كتير طيبة بطريقة كتير زكية الناس حبتون كمان صاروا يخدمون بس انتقلنا من هالمونة كلها فوتنا الإشية الحلوية يعني صرنا نعمل الكيك الكين لبراونيز أو الكعك الحلو كعك الملح أصناف كتير من الكعك تشوف إذا عندي هون مش مبيمين أصناف كتير من الكعك فوتنا الاسبيسياليتي الأرمنيان يلي هو الكعك بطحينة والنزوك والكطة كتير صار في عليه إقبال كتير الناس حبت هالأصناف كترنا منهم صارنا ننزل الكعك كمان وصارنا نعطي مع كل مردبان صوص تفاح كيس كعك تنشجع الناس أكتر تاخد هالصوص تفاح وتدوقه فمن هالمنطلق صار في عنا هالقام كبير يعني من البن لكل شي معقول تعوزوا ببيتك وكانت فكرة ناشحة بس مننا هيني متعبة شوي بدك تضلك تبرم وتشوف وتنقي لحتى يطلع لك منتج نظيف وطيب الناس تتقبلوا وتحب الفكرة رجعنا نزلنا خبز المحمص خبز المحمص مع زعتر وسماء وسمسم بعملنا اليون السيد أمين خوري كتير شاطر هالشاب عمل هالمنتج فكرة حلوة والناس كمان كتير حبتها ومتل ما هلأ بيام السيام كمان الناس فيها تاخد منهم وتكلهم طعم كتير طيبة يعني بتحس في شي غريب بالتعمل بحطها بطريق التحميس اللي بيعملها في أفكار جديدة الناس عم بتحضرنا عبر ششتكم وعم بيجوا يعرضوا المنتج طبعون فيه إشا كتير حلوة عم يجمل فيها وهلأ قريبا لا عيد الفصح رح نبلش نعمل معمول تفقنا مع الناس ببيوتها بتعملنا معمول هيكون سعر كتير حلو طعمة كتير طيبة طعمة رائعة هيكون عنا كل الأصناف معمول بطمر معمول بجوز معمول بلوس يعني كل الأصناف المعمولة اللي معقولة تطلبها حتكون موجودة عندنا بس الحجز أكيد بيكون قبل بوقت تيعملوننا عقدة طلبيات هيك بيغضوا بضاعة طازة ونوعية جيدة جدا يعني طبيعا الجوز بدي كتبت شرح شوية بس حبيت نور عفوا ما سمعت إلي لأنه فيه الجوز بدي يكون حبي نظيف الآن عيد بعض السيام وهيدا عيد الكبير أكيد قدر المستطاع بدي نحتفل أكيد أكيد لأ إذا إن شاء الله قريبا منطلع السيد اللي عم بتعملنا المعمول معنا على التيفي وبتشوف النوعية يعني ما نروح حنروح نصور عندها وتشوف كيف بيشتغلوا بأي طريقة والنظافة اللي عم بيشتغلوا فيها والنوعية الحبوب اللي عم تجيبها إن كان الجوز أو اللوز أو الفستق الحلبي بتنقي أحلى أصناف وبتعملون بس أكيد وقت اللي بيكون عم تعمل ببيتها نحنا عم نقدر ناخد أسعار كتير حلوة وعم نقدر نوصل للمستهلك بأسعار كتير حلوة عملنا دوية فترة هون شمعتين ثلاثة صرت قريبة أكيد هلأ من هلأ بنبلش ناخد حجوزات يعني من التنين وطالع بنبلش ناخد حجوزات اللي بده بيجي بياخد من عنها جربناها في سنة الماضي وكانت كتير ناشحة عملنا كميات كتير كبيرة يعني السبت كانت عم تحتمني كتير وقدرت تشغل جيرانا وأصحابا معها يعني إذا بدك صار فيه ناس عم تشتغل وتستفيد ماديا لأنه الواجهة حدا بيساعدك في عوني على الشغل يعني كمان صار فيه ناس صح مية بالمية مثل إيان زمان هيدا العوني مثل إيان زمان فالأفكار حلوة عم نضل نطلع فيها اليوم عبدو عطينا فكرة نعمل نعمل ليمونادة فقالنا له لش لأ بركة قريبة أنا اللي حكام نضيع ليمونادة بالإنانة عصير ليمونادة تعملنا إيوهن مدام ويطلعوا كتير طيبين يمكن بكرة نحط مكانة هون بصير ناس تدوقهم يعني عطول عنا أفكار حلوة أفكار جيدة بس كلها ريليتد إنه نفيد المستهلك ونفيد الناس عم بيشتغلوا ببيوتهم لحتى ياخدوا أسعار حلوة في فترة طلبنا لناس اللي عندهم مردبين ومش عايزين نشتري منهم المردبين نحنا بألفين ليرة ونحنا بنوضعه ما بناخد حقه فكمين في كتير ناس إجوا أخدوا مردبين أخدوا مردبين من عنا وناس جابوننا مردبين حتى ما أخدوا حقهم لأنه حبوا الفكرة وصارت هاي الشغلة إذا بدك كمين متل بولونا يجبوننا ونعطيهم ناس برجع بتعطيم هالمردبين وبتشتغل فيهم أخدوا عطا عفوا؟ يعني هاي دي حال الدني أخدوا عطا هاي دا الشعار عم بيطبق أو عم نعيشه مروان قلت شغلة عن شبيبة عم بيشتغلوا بالأرض عم بيعملوا منتجات وهي دا الشيء أنا لمسته بدي حي طلاب الجامعة لبنانية كلية الزراعة لأن من إختي ابن إختي طالب هندسة زراعية سنة تانية قدام حماسيين وقدا بيجتمعوا مع بعضهم بيعملوا أبحاث عن الترب بيروحوا بيجيبوا أعشاب وبيستخرجوا مننا قصص وعم بيبلشوا يفكروا إنه من يعني بمصادر تانية ممكن تكون أقل كلفة بلبنان لا يقدر يعملوا منتجات معينة فأنا بدي حييهم جيمي حكاياً بدي أقول لك الله يوافقك جود لك أكيد يعني الطلاب أكيد جامعة لبنانية أو جامعات خاصة لأن هلأ يعني انتبهت على الكلام اللي عم بتقوله وعم نشوف بأكتر من منطقة يعني حتى أنا شفت مرة بعيني طالب جامعة عم بيعمل من التفاح عندهم كرم سيدر تفاح عم بيعمل منه الفوتكا هو يعني فات ما مع العمل الرشارش تبعه فحبيت قلت له بس تخلص هيدا البروداكت بدي أعرفه عليك مروان ما بعرف ما عد تعرفت شو أفره لازم أتصل فيه لأن لازم نشجع هيدا الشباب لأنهم عم بتجيهم أفرات كتير لبرة ومتوخزني يعني اللي عم بيكون برة وماء احترام لكل الدول الصديقة عم بيحس حاله الإنسان اللبناني صغير مزلول الشاب لأن وضعنا مذري يعني 200-300 دولار 400 دولار سقفة يعني انفتأت حاله مثل ما بيقولوا عم بيرضى وعم بيروح كرمال هيدا السعر الزهيد صح فلقى في بعض من الأشخاص عم بيقرروا يبقوا بي لبنان عم بيختروا عقافكار عم بيقدروا يسوقوها وأكبر مثال يعني بيت الزراعة من فكرة صغيرة لفكرة يمكن عمت كل مناطق لبنان وشغلت شريحة كتير كبيرة من الناس فتشكروا عليها بس من خلالك حبات أنا بقول لكل طلاب اللي عم بيدرسوا زراعة أي شغلي بيردوها من بيت الزراعة حيكون لهم سعر خاص أكيد وحيكون لهم توجهات خاصة يعني لعندهم لتلميز يلي ما بيعرفوا المصادر وين فيهم يتوجهوا لعنا وبندلهم على المصادر وفي كتير تلميز بلشوا وبلشوا يزرعوا زعتر يعني بعرف أنا تلميز أخذوا أرض شراكة وزرعوا زعتر وهلأ عم بيبيعوا المنتج طبعهم بس هلأ صاروا مش بس مزرعين يعني مزارع عم بيبيع وبذات الوقت هو عم بيخلط يعني مزارع منتج وكمان تاجر عم بيقدر يبيعنا منتج من عنده فمن هالمنطلق أكيد حتى مش بس تلميز الزراعة في ناس عندهم مصالح في محامين في أطب في ناس عندهم مهن حرة عم بيرجعوا يتوجهوا للزراعة عندهم أرض ويرتينة أو أرض لقلو ما كانوا يهتموا فيها عم بيزرعوا فيها وعب بيعملوا مننا إنتاج سريع في منهم عم بيزرعوا السيترونال وبيقصوا وبيبيعوها بمغلفات بتصير متل موجودة بكل بيت ناس عم تزرع المليسة كمان عم تعمل زيت شي صدقنا فكرة كتير حلوة الناس حبيت وبدرجع قلق شغلي أنا لأنه زراعي دايما بقول خلاصنا باللبنان هو الزراعة لأنه إذا ما عملنا هيك عندنا مشكلة كتير كبيرة وبلشنا فيها من قبل المشاكل الاقتصادية باللبنان لما كنا نطلع مع حضرتكم على يوم جديد وبعدنا منطلع دايما الأكيد وبي يوم جديد وبأجندا وحتى بالعوافية دايما كنا نقول دايما الزراعة الزراعة لو وصلنا لمرحلة العالم كلها عم تتوجه للزراعة مقتنعة قبل كنا نستحي أنه إيه بالأرض وما بالأرض لا لازم يكون عنا الشرف نشتغل بأرضنا لازم يكون عنا الحب نرجع نشتغل بالأرض ونهتم فيها ما نترك الأرض بور لأنه حرام بتروح أو إذا بدنا عنا أرض مش عايزينها خلينا نلزمها لحدا من هاتلميز أو حدا قادر يستصلحها بدون ما ناخد منه بدل خلون ياخدوا منهم المنتج يعني اللي عب يزرع لك إيها خضرة خد خضرتك بلايش وعطيها الأرض خليه يهتم فيها من ما لي هو بيستفيد أرضك عم بتضل منيحة وأنت عم تاكل خضرة منيحة فنحنا عملنا فترة كتير ناس تركوا أسميهم عندهم أراضي وعطيناهم لأشخاص واتفقوا مع بعضهم وعملوا مشاريع وهيدي كمان كانت فكرة كتير منيحة وخاصة بفترة الكورونا كان في كتير عالم عندها أراضي عم بتفتش مين يستصلح لهم إياها ويزبطها وكنا نحنا صلت وصل بين الأشخاص وكانت فكرة مثل ما ذكرت ناشحة ومنيحة ومهمة وصار فيه إنتاج وفيه ناس هلا صارت بتنزل على السوق فأكيد إلي لازم الكل يهتموا بالأرض ما نترك ولو حوض صغير ببيتنا إذا ما بدنا نزرع وزينة خلينا نزرع وخضرها لأنه حتى الاحتباس الحراري إذا عندك سطوح البنيات البلاكين شو فينا نزرع ليون خضار بلا ما هالشمس تضرب هالبتون وتعملنا احتباس حراري بصير في عنا شوب نقدر نزرع سطوحنا نقدر نزرع بلاكيننا بهالطريقة بصير عنا جو نقي جو حلو بصير في عنا إذا بدك شوب أقل عن قبل وهيدي فكرة لازم لكل نعملها ويريد فينا نطبقها على عبر البلديات أي أسطوح بنيات نقدر نزرعها بطريقة أكيد ما يصير في عنا ناش نعمل إطانشتي مظبوطة يعني هيدا كان مشروع بأخواد ببويات ويزرعوا كان زينة ولا خضرها على أسطوح فكرة مانا غلط أبدا أنا كتير بشجعة وإن شاء الله حدا يطبق من البلديات أنا بتمنى يعني عمقول لمروان هيدا كمشروع البيئة الخضرة يعني نكون أصدقاء للطبيعة من خلال الأبنية المدارس المعامل المصانع الشركات بس يعني عم تكون على صعيد فردة منا معامة مما فيه خطة يعني مطروحة على مساحة الوطن للأسف صحيح يعني الناس اللي جان اللي بتهتم بالبيئة في كتير نجي أوز بيهتموا بالبيئة أو اللي جان بتنعمل على صعيد مناطق مش فكرة يتبنوا هالفكرة مش غلط يتبنوا هالفكرة ويطلعوا يزرعوا أسطوح البنيات عن جد بتكون كتير منيحة بتكون مهمة للبلد بشير عندك بلد أخضر أكتر وأكتر خاصة بالمدينة يعني نحن جبالنا حلوة خضارة حلوة بس إذا بتوصل على المدينة بتلاقيها كتلة بتون كلها حط بعدها فمش غلط تنزينها بالخضار وهلأ البنى الجديد اللي عم بيطلع إذا بتلاقي بنيات جديدة معمولة بتلاقي صار فيها أكتر خضار على البلاكين أو عم بيعملوا حواض خصوصة حتى يزينوها بالخضار بطريقة حلوة فأكيد منيش نقول لهم يعطيهم العافية ولش لا عظيم يلا يأتيك العافية كمان قال لك مروان وهلأ شو في عنا عن شونا نحكي عن أي أشتلي شو الإرشادات هلأ بنا نحكي اليوم على شو فينا نزرع خضرة تعرف ايجت ساعة طولت لراحية بالعادي بالسنين اللي قبل متل ما ذكرت كانت تيجي الزرع كان يجي أبكر من هيك هلأ بحسب التأس إنه عم بقوله هيكون تأس حلو ما في عنا شتي من هلأ لجمعتين ثلاثة يعني منطمن أو من هلأ لجمعتين على أكله ما في بقى برد ما في بقى تلج ففينا نزرع الأصناف يلي معقول نعوزها ببيوتنا أنا حطيت تشكيلة قدامهم يلي نحنا زرعينهم بالخيم يلي نحنا منقدمهم للشخص اللي بده يزرع هون بده يقول شغله بيت الزراعة بتعرف ساذي إلي في محلين مختلفين محل ميلة الشمال وبقاطع تاني قاطع من الطريق محل تاني ميلة اليمين إذا جاي من سوب بيروت هو كل شيء أدوية زراعية بوزور ترمبيت سميد عضوية عدة موتورية رش كل شيء معقول تعوزه from A to Z لا جنينتك أو حقلك أو بستانك أو بنيتك أو أي نوع من الرش بتعوزه أو أي نوع من الأصناف الزراعية المعقولة تعوزها تاني ميل هو عملنا نحنا الأجرو أليمانتار يلي هي كل شيء مونة وخضرة والأصناف يلي بتتبعها هلأ كل شخص بيجي على ميلة الشمال يلي فيها المونة والخضرة وحابب يزرع أكيد رح نعمله جاست رح نعمله أسعار حلوة ونحنا الأصناف اللي عنا جيدة مية بالمية كل اللي بياخد معنا بيعرف قديش الحملين بيكون منيحة النوعية البزر اللي نحنا بنزرعها هي منيحة فحيكون الشخص اللي بياخد خضرته ومونته وحابب يزرع حيكون نقول له أكيد تعامل خاص سعر خاص على المحلين يعني رح نعمل سعر خاص وتعامل خاص لأصناف الزراعة لنرجع نقوي الزراعة عن الجديد ونقوي زراعة الخضراء عن الجديد من الأصناف اللي فينا نزرعها بهالوقت على الساحل فينا نزرع البندورة البلدي أو بندورة الأمريكاني أو البندورة المعلقة أو البندورة الكرزي البندورة الكرزي فيها نوعين فيها البلحية والكرزي بنادورة صغيرة كمان فينا نزرعون ها هي الشتلة هالشتلة اللي نحن زرعينا عمره هلأ تقريبا بالخمسة وعشرين يوم يعني نحن وفرنا خمسة وعشرين يوم على الشخص ما يزرع البزرة ويقض يمطرها لتسير بهيدا الحجم تيرجع ينقلها على الارض اذا عم يزرع هلأ اكيد وفرها حاله خمسة وعشرين يوم تعب لحتى تسير هالشتلة بيخدها من عنا وبيزرعها واكيد البنادورة بدي حط بين الوحدة والتانية بين الاربعين والخمسين سنتي بيقدر يزرعها بخطوط طويلة بيحط بين الاربين والخمسين سنتي بين الشتلة وبالعرض كمان بدي حط تقريبا بالمتر ليقدر يفوت يقطف ويرتاح ما يكسر الشتل هوني هالبنادورة يلي بيقدر ياخدها بيقدر يزرعها بهالوقت هلأ بدي أعطي هيكي هنت صغير على البنادورة الكرزة او البنادورة البلحة تير ناسي بيزرعوها بعد فترة بتصير تتعب الشتلة بيصيروا بدون ينشلوها بيقدر يلهم شغلة بشهر إيب وقيلول بس تخلص يعني بلش السيفية تجي لتخلص بقيلول مقدر ننزل تقريبا 40 سنتي من الشتلة يعني الشتلة بتكون طولها مترين ننزل 40 سنتي ومن قصة بترجع بتعطي حافظ انه تطرد عن جديد وتعطينا عن جديد بنادورة وقات كتير على الساحل بتضل عنها لا صوب عيد الميلاد وعيد راسسنة فمن هالمنطلق اللي فيزرع بنادورة كرزة أو بنادورة بلحة ما يشيلهم بس يخلص مواصم البنادورة العادة ينزل فيها يقصة 40 سنتي بترجع بتطرد عن جديد وبتعطي حافظ انه يرجع يطلع له بنادورة عن جديد هاو النسمي للبنادورة مروان المنتوجات أخدت من وقت الزراعة بعد ناعي دائتين يعني أعطينا الحصة الأكبر للمنتوجات وكل شيء يعني من أرض الخير موجودة عندكم ببيت الزراعة بداقتين شوفينا اللخص عن الشطول الموجودة قدامك عزيز البدون يزرعوا هلا بيزرعوا بنادورة بلدي بنادورة كرزة مثل ما ذكرت بنادورة بلحة بنادورة معلقة بنادورة جبلي أو أماركاني بيزرعوا البتنجان المدعبل أو البتنجان الطويل أو البتنجان يلي بيستعملوه للمكدوس للحشي كمان فيهم يزرعوا أي أصناف تاني من الفلايفلة الحلوة في الفلايفلة الحرة في الفلايفلة الملونة كان أحمر ولا صفرة فيهم يزرعوا هي الخضرة بتصير حامرة بعدين فيهم يزرعوا هالأصناف فيهم يزرعوا بردون على الساحل ما فينا نزرع سلق هلا فينا نزرع النعنع بالبويت بيقدروا شلوها مثل ما هي لهالنعنع أن احنا محضرينها ببو ويزرعوها دغري بقلب الحوض بيصير في عندهم حوض نعنع على البالكون يقدروا يقطفوا منه على مدار السنة والنعنع ما بتموت بالشدة بيقدروا يقطفوا منه على مدار السنة ها هي النعنع مثل ما شايفين زي بقل لك قد طلعت راحاتها طيبة بس شلتها بيقدروا يزرعوا الأوريغانو هالزعتر البر اللي نحنا كمان محضرينه بالبويت بيقدروا يشلوها كمان من الحوض بيشلوها من البو بيحطوها بالحوض بيحطوا تقريبا إذا حوض ستين سانتي بيحطوه أربع شتلات والأربع شتلات هيصيروا كبار بيقدروا يقطفوا منه ويعملوا زعترات منه يعني حتى مش غلط أبدا بيقدروا يزرعوا البصل على جميع أنواعه بيقدروا يزرعوا البطاطا بيقدروا يزرعوا التوم هاو بالأصناف الموجودين هلأ هلأ بالأصناف التانية اللي فينا نزرعها فينا نزرع الخيار كان خيار الشمسي أو خيار العادي فينا نزرع وهي دولي شتلات الخيار نحن كمان نزرعون بهالصواني هو كافي بس انه بيشيلها لشتلة الخيار من هالبو وبحطها دغري بالارض متل ما شايف طالعها معها ترابيتا وشلوشا مبينين بيقدروا يزرعوا الخيار كمان على الاربعين سانتي بين الشتلي والتاني وهون بيقدر يزرع كمان المئتة بيقدر يزرع اصناف كتير يعني في عندنا المئتة الاخدر او المئتة الابيض يعني هالاصناف كلها موجودة البتنجان اللي مدعبة اللي ذكرته والبتنجان طويل كمان ذكرني فينا نزرع الفراز متل ما شفنا تعرف الفراز المشكلة الكبيرة فيه انه بيمتص كتير دوا يعني اذا رشينه وعن نشتريه من السوق الفراز والكوسة من الاصناف اللي بيمتص كتير دوا بتعمل افسوربسيون للدوا فبيقدر يدرنا بنقدر كمان ننتبه بس بعد نشتري فراز اذا ناس حطينه عالطريق سيارات رايحة وجاية هالتلوث كله هيكون جاية على الفراز نحنا عم نرجع نكلون ونطعميون لولادنا ما بيسوا نقدر نجيب شتل فراز ونزرعوا عنا بيبويت ونعملوا هانجينج على البالكون متل ما شايفين هالشتلة نقدر نحنا نزرعها على البالكون متل ما شايفينها دجا هيدا حاملة هيدا شتلة صغيرة فيها ثلاثة حاملة هوني نقدر كمان تاني سنة هي بتكتر لحالة وبتصير منها منكتر شتل فراز يعني عنا اصناف كتيرة فينا نزرعون هلأ عنا نوعية كبيرة فينا نزرع ونستفيد منها بتاني حافظ على صحتنا يمكن انا وقتي خلص مراح كتر شرح اكتر من هيك بس حبيت هيكي نور على الشتول اللي بتنزرع بهالوقت نكلم الساحل لحدود الخمسمية ستميت متر مربان خليني انلك شغلة صارت الساعة عشرة يعني انا عوضت كل الاسابيع اللي ما تصعد فيها معك يعني اذا بدك بضل في عندي مخزون يعني فيه غبل الشهرين ثلاثة عمنا انا دجا عملت تقريبا خمسين خمس وخمسين دقيقة معك اليوم يعطيك الف عافية مروان شكرا لاطلاقك شكرا ل بس في شغلة الي بس شغلة صغيرة شغلة صغيرة بس بدي يقولولك بونجور ناطرينك بونجور سهيح انه هوني في سكوت بس كلهم ناطرينك الي عبي شوفكن فيكن تشاو برولو للي بليز وتقولولو بونجور الي بيصبح للك بونجور الناس عنا لحقوا حالكم لان دايما بسمع مروان بيروحوا لعندك الظهريات ما بيكون فيه ولا حبة صحيح صحيح انا قللك نهارك سعيد مرسي كتير للكون ومرسي للمشاهدين ونهارك اسعد شكرا لك الخبير الزراعة مروان حيدر للمنتظرين مشاهدين انا رحي لفاصل اعلاني من بعد اكيد اشتقتوا لاطلالة سحر بعد الفاصل خليكن معنا اشتركوا في القناة